سليم ما هي ربما لو حاولنا أن نضع هذه التصورات على الشعبين المغربي والمصري على الثقافتين أين يمكن وضع هذه التصورات وكيف يمكن قراءتها؟ وأعتقد حينما نتحدث بصفة عامة فربما سنجد تصورات نمطية تختزل في صورة أو صورتين أو ثلاثة صور ولكن حينما تحدث عن التاريخ وعن الوقائع التاريخية فإن التاريخ يقدم تصورات نمطية لأن الصور النمطية هو اختزال للحقيقة لذلك فالأستاذ أحمد الشهوي حينما تحدث عن هذا العمق التاريخي وحينما تحدث عن التصوف وهذه الروابط الروحية فهو أذهب إلى أبعد من التصورات النمطية التصورات النمطية غالبا ما تخلق في إطار منافسات وفي مقدمتها كورة القدم في الجيل الحالي مثلا في هذا الجيل الحالي المغاربة يسمعون كثيرا من المصريين وهذا تصور نمطي للمغرب أن المغرب بلد سحر وأنهم سحر لهم في القرى أو شيء من هذا القبيل بمعنى أنها تصورات ربما قد تكون كذلك ولكنها تصورات خاطئة كما قال أحدهم وهو مصري طبعا قال المغرب ليس بلد سحر بل بلد ساحر بجماله وبطيبته وبأخلاقه وهنا لا أتحدث انطلاقا من موقف ذاتي في تمركز إثني ولكن أقول فقط بأن هذه التصورات هي نتيجة لمنافسات في بعض الأحيان رياضية في بعض الحالات نسمع من هذا الجانب أو ذاك طبعا حتى نكون على قدر كبير من الاستقلالية في الرأي أكيد من هذا الجانب أو ذاك ما قلت نسمع مع الأسف بعض المتقفين بين قوسيين وفنانين يأخذون في أمور حول المغرب وهم يجهلون المغرب ويجهلون تاريخ المغرب ويأتون بأفكار وتقع ردود على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي نعم ويحصل تسرع في إصدار أحكام التي تكون جاهزة شيء الذي يبرر الحديث في هذا النقاش اليوم هو أن نرفع هذا اللبس نرفع هذا اللبس ونتحدث بأن العلاقات بين المجتمعين هي عميقة وأنبل من تصورات تصورات نمطية هناك امتداد روحي تقريبا جل المتصوفة هم من المغرب ويجب أن ننسى سيد بدوي على ما أظن بدوي شاديلي مهم الأستاذ كبير سيتحدث عن ذلك ولكن أريد فقط أن أقول بأن هذه التصورات في بعض الحالات هي انفي عالية وهي تخضع لمنطق التمركز الإتني حول الدات ولا تدخل إلى منطق تساؤل والنبش العلمي المعرفي حتى يمكن أن نعرف جاء في الرابورتاج الزميلة عبدالصادق بن عيسى حينما تحدث على أنها مصر كانت منطقة ليس فقط منطقة عبور لكن إقامة للمغاربة الحجاج هي إقامة ربما قد تدوم وقد تقصر ولكن كانت إقامة كانت إشارة أستاذ شكدالي في التقرير إلى ربما الجهل باللهجة المغربية بالنسبة للمصريين ربما ما كيف يفهموش الأعمال دي المغرب على أساس أن اللهجة المغربية صعبة الفهم هل هذا صحيح؟ للوعلة الأولى نعم اللهجة المغربية مختلفة عن أغلب اللهجات العربية ولكنها زي ما قال التقرير فعلا أقرب إلى اللغة العربية من أقرب اللهجات إلى اللغة الفصحة نعم وبعد تماعون أنا بعد فترة بسيطة أسابيع قليلة يعني أدعي أنني أفهم 70-80% من اللهجة يعني اللاهجة المغربية ليست عصية لا لا وليست صعوبة وليست الاستلاحات العجيبة ولكن اللهجة المغربية تقطع الكلمات بطريقة تختلف عن الطريقة المصري فالكلمة يحصل فيها أحيانا وقفات فالراجل العادي للوهل الأولى بيتوه لكن بعد فترة أنا أقول حاجة لكشف هذه الصلاة العميقة بين البلدين أنا أنصح أفضل شيء لمعرفة المغرب أن تذهب إلى المغرب هذه دعوة صريحة لزيارة المغرب هذا صحيح أنا من المعجبين والمحبين للمغرب وموقفي واضح وصريح وليس حياديا وليس متحائز للمغرب ولكن رأي حيادي أنا راجل رحالة أميل إلى الموضوعية في كل رأي ولا شك أن الإحساس العربي والإحساس التاريخي موجود لكن المغرب أيضا بعين حيادية هو بلدة العجائب والغرائب والمتناقضات مش المتناقضات هو مجتمع تزوب داخله جميع المتناقضات يعني من أول سكان الصحراء في مرزوقة إلى سكان الحسيمة إلى وجدة وأنا رحت هناك إلى تطوان لطنجة كل مجموعة مختلفة عن الآخرين ولكنهم كلهم يزوبوا في هذا الإطار الجميل يوحدهم يوحدهم يعني توحدهم ثقافة واحدة والدول الوحيدة التي قادرة على مسجح هذه الحضارات هي الدول التي فعل لها تاريخ جيد